اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا اخد اول موضوع بعنوان غير واتغير بمحبة الله الاول عاوزة يعني ارجع معاكو حاجة مهمة التغيير هو يعني يمكن اكتر حاجة شغلة الدنيا كلها النهاردة يعني الناس بتتكلم في تغيير السياسة وتغيير الاقتصاد وتغيير البنية مش عارفة الاساسية وتغيير النفسيات وتلاحظوا ان فكرة التغيير دي فكرة ملحة ومشغولين بيها على طول وطبيعة الواحد فينا بيحاول يتغير من غير ما يحس يعني انت بتغير عربيتك بتغير شعرك مثلا يعني عملية التغيير دي بتبقى شغلانة من غير ما نحس وكأن ربنا حاطت فينا رغبة مستمرة في التغيير بس الغرض احنا غالبا بننشغل عدنه بتغييرات اخرى سطحية هامشية ربنا عاوزنا نتغير عشان نوصل للفورما اللي كان قصدها لما خلقنا هو قصد من حياتنا حاجة جميلة قوي غير المنظر اللي احنا فيه دلوقتي وغير الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي ولما الانسان تطلع بره الفورما دي جي المسيح له المجد وورينا ازاي ممكن واحد عيش على الارض في شكل مثالي وفي حياة كاملة مستقرة هادية مثمرة فربنا يسوع اصبح المدارر المفروض كلنا نتغير ونبقى شبه فرحلة الواحد في حياته على الارض هي الاقتراب من الصورة دي وهي دي بقى كل المسيحية المسيحية هي عملية تغيير مستمر الى قياس قامة ملء المسيح تقول بقى بالتوبة بالوعظ بالتعليم بالجهاد بالخدمة بالجو الروحي اهو كل الغرض منه في الاخر انك تبقى شبه ربنا على قد كل واحد في ظروفه في موقعه كده فموضوع التغيير الحقيقة موضوع مهم لانه احيانا الشيطان بيلهينا وينسينا تماما الجزئية دي بيبقى الواحد قانع بما هو عليه مقتنع بطباعه واخلاقه وعاداته وخطاياه وفيه كده شعار للأسف يائس منتشر محدش بتغير ده شعار كاذب مخشوش لانه الحقيقة يبقى المسيح ما بيعملش حاجة لانه بالعكس ربنا جي عشان يغير الدنيا كلها فلو انت بقيت شعارك في الحياة انا مش هتغير وما فيش حاجة بتتغير يبقى للأسف احنا بنبط العمل الله ونعمة الله فاول موضوع اذا اكلمكم فيه عن غير واتغير في موضوع المحبة بالذات يعني ايه تعالوا نفهمها لأول هو سؤال كده هاشغلكم معايا بيه مجغول بيه اللي اسبوع ده احنا هندخل السمى ازاي يعني ايه هي ابواب السم لو سألتوك سؤال سازك كده ايه الحاجات الاساسية اللي لازم الواحد يلحق يكتسبها عشان ينفع يدخل السم هحطوهم في خمس نقط اول نقطة اساسية من غيرها ما تدخلش السمى هي الايمان لانه الكتاب واضح وصريح في الحتة دي من امن او اعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان اذا الايمان ضرورة انتو كلكوا عندكوا ايمان بس كلنا عندنا ايمان ضعيف على فكر دي المحاضرة اللي جاية يعني لكن من ناحية الايمان كلنا مؤمنين كلنا مسحين لكن الترست درجة الثقة فالله طبعا مختلفة من واحد للتاني لكن من ناحية قانون الايمان كلنا بنقول بالحقيقة نؤمن بالاوع وده ضرورة لدخول السم لان المسيح قال انا هو الطريق فلا يستطيع احد ان يأتي الى الاب الا بي فالايمان ضرورة لدخول السم الباب التاني هو باب التوبة لان في ايه بتقول اقول لكم ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون يبقى الانسان اللي ما بيتوبش يبقى مش هيدخل السم والتوبة هنا معناه عملية اختسال مستمر في حاجة غلط بتحاول تقوامها في حاجة صحة بتحاول تكتسب ودي ملهاش مرحلة توقف يعني دي هتستمر طول العمر زي الواحد لما يعني ما يدرش يعيش من غير ما يستحمى يعني فالتوبة دي عملية مستمرة وان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون لانك وقفت عند خطايا معينة وصالحت نفسك وهدنت نفسك واعتبرت نفسك صح ثالث باب للسماء أو ثالث خطوة خلي بالكوا كل باب مطلوب يعني ما فيش باب يلغي التاني أو ما فيش باب لوحده يدخل لا هم كلهم زي بوابة تفتح على بوابة لو أمنت بربنا هتتوب ولو توبت هتحتاج المعمودية والتناول الأسرار فكرة الأسرار يعني ربنا بيقدم نعمته من أبواب محددة يعني من آمن واعتمد المعمودية ضرورية التوبة والاعتراف ضروري التناول من لا يأكل جسد ابن الإنسان ولا يشرب دمه ليست له حياة فيه يبقى من غير التناول في حاجة غلط في حاجة نقص أنا بعدي على الأبواب لأن ده مش موضوعنا الحقيقة لكن أنا بس بقى أحطي لكم البداية في الفكرة الباب الرابع المحب ليه؟ عندنا آية جميلة تقول إيه؟ إن كانت لي نبقوة يعني زي النبي أو معلم يعني وأعلم جميع الأسرار يعني رجل علامة يعني وكل علم وإن كان ليه كل الإيمان حتى من ناحية الإيمان تمام حتى أنقل الجبال ولكن ليس ليه محبة فلسته شيئا يبقى لو الواحد عنده إيمان قوي وعايش بيتوب تجاوزا هنقول يعني هنفترض الإفتراض ده وبيتناول كتير إنما مش عارف يحب ربنا والناس يبقى ولا حاجة ورده يبقى مش هيدخل السماء يبقى باب أساسي لدخول السماء ما حدش هيدخل السماء معرفش يحب هتلاقوا على السماء كده ما تسمحش بدقول حد كائن على الأرض عاش بدون محبة دي ما دينفعش يدخل السماء الباب الأخير هو باب الأعمال لكن يقول قائل أنت ليه إيمان وأنا ليه أعمال أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني الأعمال يعني في ناس بعض الناس تقول لك الأعمال ما لهاش دور في دخول السماء هاي الفكرة دي مش دقيقة فكرة غير أرثدوكسي الأعمال هي ببساطة تعبير عن الأربع حاجات اللي فاتوا لو واحد عنده إيمان هيبريزنت إيمانه بأعمال لو واحد بيتوب التوبة هتبقى بأعمال لو واحد عنده محبة المحبة دي هتتعبر عنها بأعمال إنما أنت عاوز تقول عندك إيمان أو محبة أو توبة أو عايش حياة بالأسرار بتتناول وما فيش أي أعمال خير أو تغيير واضح عليك تبقى القصة مزيفة وعشان كده تلاحظوا فيه آيات في الكتاب بتجاهر أنه دخول السماء بالأعمال مش لأن الأعمال ذاتها تمن السماء لا لأن الأعمال هي اللي بتعبر عن الإيمان والتوبة والمحبة والأسرار فيقول يجازي كل واحد حسب ما يكون عمله صح؟ ليه؟ مش لأنه العمل ده أنا بدفع به تمن السماء ما عندناش الفكرة دي لأن ربنا مش مديون لحد عشان نشتري السماء بتعبنا يعني لأن أعمالك هي اللي هتعبر عن إيمانك أو عن محبتك أو عن توبتك أو عن علاقتك بالنعمة من خلال الأسرار إذن ده الباب الأخير اللي يفتح على السماء على طول أرجع معاكم محتاج إيمان محتاج توبة محتاج أسرار الكنيسة محتاج محبة ومحتاج ده كله يطلع في شكل عملي لو أنا عايش في دول يبقى أنا داخل السماء وهتلاحظوا أنه أي حاجة هتدخل تحت واحدة من دول لو فكرتوا في أي آية هتلاقوها تقريبا متدخلة في كتم بما أننا لسه على الأرض ومش ضمنين السماء نفسنا نروح السماء لكن إحنا مش واخدينها جد كفاية وفي حاجات كتيرة معطلانا تعالوا ناخد باب باب ونشوف إزاي نجبر فيه شوية عشان يبقى موضوعنا العملي إزاي تغير مثلا إلى محبة أكثر لو سألتكم بتحبوا ربنا هتقولوا آه بتحبوا الناس هتقولوا آه طيب ممكن تحبوا ربنا أكتر آه ممكن ممكن تحبوا الناس أكتر من كده أكيد ممكن يبقى التغيير أول محور هتكلم فيه دلوقتي إلى إنسان أكثر حبا لأنه ما ينفعش ترضى على نفسك وتعتقد أنك أنت بتحب ربنا النهاردة as perfect as you can الحقيقة مش صح لأن ربنا بيقول حبني من كل قلبك محدش جابها دي من كل فكرك من كل قدرتك لا يبقى أنا محتاجة أتغير عشان أحب ربنا أكتر من كده ومحتاجة أتغير بحيث أن أنا أحب الناس أكتر من كده لأن أنا عارف أن دول اللي يدخلوا السم سؤال مهم أتحبوني ده سؤال مهم لأنه ساعات السؤال ده يعني الواحد يستعجل ويجاوبه وربنا بيحبش الإجابة المستعجلة أفكركم باللي حصل مع القديس بطرس الرسول في يوحنة 21 وبعد رحلة عمر 10-3 سنين يعني بطرس لما أنكر المسيح طبعا اتهز قدام نفسه قدام تلميز إخواته وبتاعه وبعد المسيح حيله وصلحه يوم القيامة الصبح والدنيا رجعت طبعيا وفي يوم بعد ما اصطاده كده وراجعين وفرحنين بالسمك الكتير وكانت معجزة برضه بعدما تغدوا تغدوا هنا كان الصبح فتغدوا يعني أكلوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابنيونة أتحبوني أكثر من هؤلاء قال نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له إرعى خراف قال له أيضا ثانية يا سمعان ابنيونة أتحبوني قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له إرعى غنمي قال له ثالثة يا سمعان ابنيونة أتحبوني فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبوني فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء أنت تعرف أني أحبك قال له يسوع إرعى غنم كتير من الواحد يفكر ليه ده السؤال الوحيد اللي عاده المسيح ثلاث مرات السؤال الوحيد في الكتاب المقدس اللي كرره المسيح بنصه ثلاث مرات ده مع النعب ببساطة ان الاجابة الاولانية مش كافية او عليها علامة استفهام واللي ما كانش سأل تاني فساعات الواحد لما يسأل نفسه بتحب ربنا طبعا يا رب يوم يسألك تاني بجد بتحبني ايوه يا رب يوم يسألك تالت فعلا بتحبني تبتدي بقى ايه تتشكك فروحك او ربنا عاوزك تتشكك فروحك او عاوزك تصدق انه انت مش بتحبه كفاية وان ما تستعجلش في اجابة السؤال ده ليه لان انت ممكن تكون بتحب شغلك اكتر من ربنا ما تقلبش الموازين ممكن تكون بتحب نفسك اكتر من ربنا ممكن تكون بتحب الناس او ولادك اكتر من ربنا ممكن تكون بتحب الاكل اكتر من ربنا ممكن تكون بتحب حاجات كثيرة اكتر من ربنا فما فيش ما يدعو ان الواحد بسرعة يستعجل ويقول ايوه يا رب وبعدين تطلع الاجابة مش مظبوطة لان السؤال مهم يعني ربنا مش بيقوله انت عندك الكواليفيكيشنز اللي تخليك راعي لا مش فرق معاه يعني عندك الاثوريتي والحكمة والبعد السنين دي اقدر اسيبك اوطرس طرعه الاف من الناس وكنايس وبتاع مش قد السؤال السؤال المهم بالخطير انت بتحبني ولا لا بعد العشرة دي كلها بعد السنين دي كلها بعد اللي شفته مني اذا السؤال ده مهم محتاجين نراجع نفسنا كل شوية وهنشوف نراجع ازاي لانه ممكن الواحد لو اسهب المشاعر بس يعني يجاوب غلط لانه ممكن المشاعر تكون هدي وكل واحد ما يكونش منفعل بربنا بس ده مش معنانه مش بيحب بربنا لكن يا طرى تتقاس ازاي الحب عشان الواحد ما يظلمش نفسه ولا يجملش نفسه لا نقول بحبك قوي رب وبعدين مع اول موقف نطلع مش قد الكلام ولا نقول لا انا مش بحب ربنا ويطلع لا انت بتحبه بس ممكن تحبه اكتر من كده انا تاني براجع معكم موضوع المؤتمر لو عرفت تتغير في دي وقلبك عمر بحب ربنا وبقيت بتحبه اكتر هتفاجأ ان حياتك اختلفت وبقيت بتغير الناس اسهل الحب اكتر قوة مغيرة الحب الحقيقي يغير يعني حتى الناس الفزدانة جدا اكتر حاجة تغيرها مش المنطق ولا الكلام لما يجبعوا بحب حكيم حب نقي يعمل لهم كده نوع من الشبع اللي يخليهم قادرين يتغير فانت لما تبقى مليان بحب ربنا هتقدر تغير كل المجتمع اللي حوالك فنفس النص ده في يوحنى 21 بعد ما قال سأله ثلاث مرات وجاوبه ثلاث مرات بحبك بس ثلاث مرة حط كده ايه يعني انت تعلم كل شيء يعني انت عارف اكتر مني انا مش متأكد انا بحبك قد ايه بس انت عارف قال له كلمة غريبة شوي قال له الحق الحق اقوله لك لما كنت اكثر حداثة يعني شابا هو بطرس كان في الميدل ايج في ساعة يعني يطلع 35 بتاعه عاش بعدها حوالي 35 سنة تاني ما سنة او اقل كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء يعني ايه انت شباب فتربط جلبيتك وتمشي بدماغك ولكن متى شخت تمد يديك واخر يوم منطقك تعارفين لما الواحد يجبر قوي ساعات بيحتاج حد يساعده يلبس يساعده يمشي طبيعي يعني السن ويحملك حيث ولا تشاء وساعتها مش بتقدر تمشي بدماغك قوي زي ما هيواخدوك بقى طبعا الكلام ده كان التنبؤ من المسيح عن الطريقة اللي بطرس هيموت بيها بعد 30 سنة لان بطرس لما كبر كان هيهرب من الموت في روما نيرون كان بيدور عليه فطلع يهرب من روما مش عاوز يستاشي فشاف رؤية المسيح داخل روما شايل صليب قال له على فين يا رب قال له داخل اموت بدألك فخجل من نفسه ورجع تاني قدم نفسه وبعدين لما جوم يصلبوه قال له هم ما استهلش اصلبوني مناكس الرأس فيوحنى حضر الكلام ده لان يوحنى بيكتب الكلام ده بعد ما بطرس ماشي يوحنى كتب الانجيل ده في سنة التسعين تقريبا فبعد استشهاد كل دور فهو اللي قال قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يمجد الله به لانه كان عارف انه هيبقى على غير هوا في اخر حياته كان برضو ايه عاوز يمشي حيث يشاء وبعدين قال له لا اخر يومنطقك بقى ويرسلك حيث لا تشاء يعني هوديك في الحتة لما كنت في عاوز تروح لكن انا مش هاخذها بالمعنى الحرفي انا اخذها انه في بداية علاقتنا بربنا ذاتك هي اللي بتحركك حتى في الحياة الروحية يقول تمنطق ذاتك وتمشي حيث وتشاء لما الواحد بيشيخ والشيخوخة هنا مقصود بها النطق الروحي او ايه انك كبرت في محبتك ربنا يعني قدمت بقيت بتحب ربنا قوي تترك اخر يومنطقك يعني يقاس الحب الالهي في قلب الانسان بقد ايه ماشي بدماغه وقد ايه ماشي بقرة دماغ ربنا هو الى سايق ولا الربنا اللي سايق هو اللي بيخطط ولا ربنا اللي بيخطط هو اللي بيعمل الي هو عاوزه ولا بيسيب ربنا يعمل الي هو عاوزه لانه لما بحب حد ا hart اوay دايمان اقول له الي يرياحك اشكذا لما بحب حد باقوله الي تشوف فقد إيه وصلت إلى كلمة اللي تشوفه اللي يريحك وصلت لقد إيه فيها دي إذن النمو في الحب من محبة النفس لمحبة الله يعني لما تكبر في محبة ربنا تلاقي بتحب ربنا أكتر من نفسك فطلبات ربنا أغلى من مزاجك ورغباتك وتموحاتك تلاقي معاتش في خوف على النفس ولا الناس الخوف من ربنا معاتش فيه إكرام للنفس قد ما فيه إكرام لله معاتش السؤال الأساسي اللي بيحركك ماذا أريد أنا بقى السؤال الأساسي ماذا تريد أنت يا رب واضحة الفكرة أنا بحاول أفكر معاكو إزاي نقيس حبنا الربنا بصراحة هتلاقوا لسه بقدري لأغلبنا وأنا واحد منكم لا لسه بنتحرك بماذا أريد أنا ولسه بقلق على نفسي ولسه بفكر في نفسي واللي بيحركني برضو مزاجي ورغباتي حتى لو كانت لها شكل روحي إنما لو حبيت ربنا أكتر من كده هيبقى هو بقى اللي بيمشي كل حاجة آخر يوم منطقك ويرسلك حيث لا تشاء يوم ما يجيب مشاكل ومهلو يا رب اللي تشوفه يوم ما يجيب خير حلو يا رب كتر خيرك يوم ما يقول يمين نمشي يمين يقول شمال نمشي شمال وإحنا بنحبه إنما إحنا طول ما لسه بنقات بنقفش ونتقزم ونعترض ونتغازو والحاجة اللي عاوزينها ما تمشيش فتتغاز أكتر يبقى لسه لسه بدري على كلمة بحب ربنا قوي اللي بيحب ربنا قوي تلاقوه ما يتدايقش أبدا ما عرفش تدايق ما بيعرفش خلاص لأنه يعني خلاص هو سايب كل حاجة فيه ربنا بيعمل كل اللي ربنا عاوزه والباقي كله زي ما ربنا يوديه بيروح قاعدة تانية مهمة لو الواحد سأل نفسه طب أنا عاوز أحب ربنا أكتر يعني هنفترض أن الواحد بيحب ربنا واحد من عشر طب إحنا عاوزين نطلع اثنين نطلع ثلاثة نطلع خمسة نكبر شوي والتغيير يعني المحبة تزيد الواحد يحب ربنا أكتر لما يكتشف أن ربنا بيحبه قوي يعني الموضوع هنا بيبدأ بربنا مش بيك في قاعدة جميلة قالها القديس يحن الحبيب قال نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا ودي القاعدة دي ديناميك يعني إيه نحبه أكثر حين نكتشف أنه يحبنا جدا فهمين المعنى لو سألت ليه يحن بالذات حب المسيح أكتر من بقية التلميذ لأنه كان حاسس أن المسيح بيحبه قوي فحتى لما كان يجيب اسمه في إنجيل يحن يقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه يا أخو يا ما هو يحبه كل الناس إيش معنى أنت يعني التلميذ الذي كان يسوع يحبه هو حاسس أن ربنا يسوع مغرأه حب فكان بيموت في المسيح وعشان كده طبعا يحن كان يعني أقربهم للمسيح والوحيد اللي خاد العدرة بيته بعد الصليب يعني عنده كريدتس أعلى من غيره مش لأنه ربنا هيميز بين واحد ونواحد بس لأن يحن رصد قد إيه المسيح بيحبه فتعلق بالمسيح أكتر من أحد إذن كنا مش بنحب ربنا قوي ده معنى أن احنا مش حاسين أن ربنا بيحبنا كفايا مش شبعنين بدي وبالتالي لما بنحبه بنحبه كده إيه يعني على خفيف لكن لو عاوز تعرف قد إيه ربنا لو عاوزت يعني تفكر أنك تزود حبك لربنا لازم تكتشف أن ربنا بيحبك أوه عشان كده نقول اكتشاف الحب الإلهي هو أساس نمو الحب الإنساني يعني لما تكتشف أن ربنا مشغول بك جدا بحبك جدا ده ربنا ده كبير قوي إحنا ولا حاجة جنبه هتلاقي نفسك فعلا بتبادله الحب وكل الإكتشاف ده ما بقى واضح كل من الحب اللي جواك ذاته واحد زي زكا العشار زكا العشار لما طلع يدور يتفرج على المسيح أكيد ما كانش في دماغه أي نوع من التغيير عاوز نشوف مين الشخص اللي بيقوله عليه ده نبي ولا يسوع الناصري وبيعمل معجزاته وبعدين سمعته سبقاء إنه محب العشارين فدي يعني حاجة غريبة قوي في عالم المتدينين إن العشارين اللي هم الفئة المغضوب عليها والمكروهة تلاقي حد يحبها فيعني طلع فوق الميزة دي وبتاعه إنما المسيح لأو المجد إيه اللي عملوا غرقوا حب نداب اسمه ودخل بيته وقال له هتحاض عندك وسمع كلام فيه حق وحش إزاي يدخل لرجل عند رجل بطال زكا لما غرق حب ابتدى يحب المسيح جدا ولما حب ربنا يسوع خد قرارات زي ما هنشوفه مرة تاني إذن التغيير من زكا العشار إلى زكا القديس ارتبط باكتشاف حب الله التغيير من شاول اللي قال على نفسه أنا كنت مفتري قال على نفسه كده وأكتر ما المرة أنا كنت أضطهد الكنيسة وأطلفها بإفراط يعني كان إرهابي في لغة النهاردة شاول إزاي تحول إلى عاشق للمسيح أكتر واحد تكلم عن محبة ربنا وعن صليب المسيح وعن إيه اللي نقلوا النقلة الكبيرة إيه اللي غيروا التغيير الفضيع ده اكتشف قد إيه المسيح بيحبه لما جاء له في يوم وظهر له قال له أنا يسوع الذي أنت تتطهده وبيقولها له بحب اكتشف إن ربنا ده كبير قوي اللي عمالي شلت ويرفص فيه ده قال له أنا يا ابن يسوع اللي أنت بتتطهده صعب عليك أن ترفس مناخس أنا بحبك أنت اللي بتعمل فيه كده فداب فيه دوب ما بقاش مستحمل إيه ده أنت مستحملني وشايفني عمالي خبط فيك وجدف عليك واشتم فيك وكل ده لسه بتحبني ولسه شايفه طلع مني حاجة عدلة فلما حب ربنا ابتدى يتغير تغيير شديد بطرس إيه اللي نقله نقلة كبيرة من بطرس الصياد إلى بطرس الرسول مش لما شاف حماته ظهر العلاقة ما كانتش أولها في لقى 4 شاف حماته فابتدى يحبه شوية بس حماته ما كانتش كافية أنها تغير قلبه إنما اللي كان بيحبه جدا بطرس السمك الصيد شغله فلما ربنا دخل شغله وغرقه سمك تاني يوم في لقى 5 على طول بعد لقى 4 لقى 4 عمله اسمه شاف حماته طابور ناس عينين قصاد بيت بطرس وعمله سمعة تمام طبعا حبه شوي إنما تاني يوم رجع شغله قادي لما بقى دخل معاه للعمق وقال له ارمي هنا وبقت الشبكة مش سيعة فبصله كده قال له أنت يعني جبت جوني يعني أنا فعلا حياتي شغلي فكونك بتحبني لدرجة وأنا مستهلش تغرقني الكرم ده كله أنا بقى حبيتك بجد قال له تشتغل معاه كانت البداية تيجي معايا تصطاد ناس إذا نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا لو لاقي نفسك مش بتحب ربنا كفاية وكلنا كده مش بنحبه كفاية ده لأننا مش حاسين إنه بيحبنا كفاية إحنا مش مستمتعين بحب إحنا مش مكتشفين مركزنا عنده إحنا مش عارفين قد إيه ربنا مجهول بينا صبح وليل إحنا مش فاهمين يعني إيه أب بالمعنى المثالي بتاعها وإن كان فينا كتير أباء وأمهات بس ده محدش فينا زيه في كمية الحب اللي عنده فإحنا مش عارفين نحبه لأن إحنا ما دوقناش الحتة دي هنا يجي سؤال تاني هل الحب ده وصية ولا عطية يعني هل الواحد يبقى في أمان الله كده ربنا يملأ قلبه حبه خلاص ولا لازم أعمل حاجة عشان أحب ربنا أكتر ما أنا مش عارف أنا عليه أنا ولا عليه هو الدور ده طب إحنا عاوزين نحبه يعني هنعمل حاجة ولا هو اللي هيعملها فينا هو اللي هيخلينا نحبه ولا إحنا اللي هنحاول نحبه أي سؤال من النوع ده يعرفوا إن الإجابة إيه اللي اتنين دايماً كده هل الإيمان عطية ولا وصية اللي اتنين هل الحب عطية ولا وصية اللي اتنين هل الحكمة عطية ولا وصية اللي اتنين يعني إيه ده اللي بيسموه القدسين السينرجزم التوافق أو الانسجام أو العمل المشترك بين الله والإنسان لا يمكن لإنسان يتقدم خطوة دون أن يشاركه الله ولا يمكن لله أن يغير إنسان دون محاولة منه فهنا لازم ايدينا في ايدينا بعض فإذا كنت بقول لك غير وتغير عشان تغير نفسك أو تغير الدنيا كلها حط ايدك في ايد ربنا في وصية بتقول لك حاول وفي عطية بتقول لك هديلك في وصية بتقول لك حب وفي عطية بتقول لك هديك الحب ولازم يمشوا مع بعض مثلا الوصية بتقول تحب الرب إلهك أظن ده order دي فعل أمر تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرة واحد يقول لك مش عارف أحبه من كل نفس إزاي عمل إيه يعني من كل فكرة عمل إيه يبقى بطلش تتغل وفكر هذه الوصية الأولى طيب بدل بتقول مش عارف ينفع تحاول ولا هتفضل تقول مش عارف حاول يقابلها إيه الرجاء لا يغزى لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا دي عطية ولا وصية بقت انسكبت دي بقت عطية ربنا دلأ الحب في القلب دلأ ودلأ كده محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعتلا إذن الروح القدس اللي فينا هو هيخليك تحب ربنا أكتر لما تحاول تحبه إنما الموضوع مش شغلك طيب خلاص انت وقفت عند مرحلة معينة ويمكن بترجع مع السنين لورا ومحبة ربنا بتطفي جواك يوم بعد التاني ودي موجودة حتى في علاقتنا البشرية ممكن واحد يبقى صديقك من الكلية من زمان قوي وبعدين خلاص العلاقة بقت فترة واحد قربت منه زيادة والعلاقة تقدمت لازم يبقى فيه شغل يعني عشان المحبة دي تزيد أنت تقدم الحب والروح القدس يشعل الحب أنت بتحاول تحب وتلاقي الروح ربنا عمر قلبك حب إذن التغيير في اتجاه أكثر حبا ده مش مستحيل محدش يقف يقول أنا بحب ربنا ويقف على كتب خلونا دايما نقول نفسي يا رب أحبك أكتر لأن الوصية الأولى عهد قديم وعهد جديد ما تغيرتش حبه من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك هذه هي الوصية الأولى إزاي تغير إلى إنسان محب الله خلينا نقول كلام عملي في الآخر عشان نوصل لحاكم موضوعنا غير واتغير احنا مسكين في تغير الأول وبدأنا بأول فكرة أنا عاوز أحب ربنا أكتر سيمبلي كتب دي لليها سن ولا لها عمر ولا لها أي حاجة دي مفتوحة لآخر نفس في الحياة عاوز أحبك يا رب أكتر من كتب لأن أنا عارف أن ده أكتر سؤال شغلك بتحبني؟ وتفضل تسأله تاني بتحبني؟ وعلى فكرة احنا نخجل لقول بعض السؤال ده يعني الواحد ممكن يخجل يقول لابنه كده تب تحبني يا ابني؟ ماذا كده؟ يخجل يقول لأقرب الناس إنما المسيح من اتضاعه لم يخجل أنه يسأل واحد من تلاميذه فلان بتحبني أكتر من الناس أول حاجة عشان تتغير إلى إنسان أكثر حبا لله فكرة تجديد الزهن الشعار الجميل اللي حطه بولس ده تغيروا عن شكلكم بتجديد أزهانكم شكلكم ده الستاتس بتاعك الوضع بتاعك الحالة اللي انت فيه الحالة اللي هي إيه مثلا حب يجي واحد من عشرة إيمان يجي نص من عشرة واش عارف الأسرار أهي ماشية تلاتة من عشرة التوبة ربعة أوكي أيا كان الوضع اللي احنا فيه تغيروا عن شكلكم بتجديد أزهانكم يبقى أنا لو اشتغلت على دماغي شكلي هيتغير ووضعي هيتغير في كل حاجة في كل البنودة فأول بند الحب هنشوف إزاي لتختبروا ما هيقرات الله يعني لتوصلوا للفرمة اللي ربنا عاوزها عشانكم هو عاوزك إنسان مليان حب فأكيد فيه فرمة منك يا فلان الفلاني منك أنت بالزبط من غير ما تطول ولا تقصر كده بس وشك منور وقلبك كله سلام وعمران حب وبتدلدأ حب للناس وفرحان على طول وبتعمل كل حاجة صح منك أنت في ظروفك أنت فيه منك الموديل ده هو ده اللي في دماغ الله اللي تختبر وإرادة الله الصالحة المرضية الكاملة ده عاوزة تغيير عشان توصل لديه تجديد الزهن يعني إيه؟ يعني أنا بحط فكري جديد النهاردة مثلا أفكارنا مجغولة بالدنيا 99% شغله وعياله ومشاكله وسياسه طيب ما هو ده معنانك مش هتضاير طول ما الأفكار دي شغالة لوحدها طيب أنا عاوز أعمل مساحة في دماغي لأفكار جديدة تسعي دنيا تغيير يعني بفرح قوي لما بتفضوا نفسك وتيجوا حاجة زي كده ليه؟ لأنه بيحصل هنا تجديد زهن أنه حتى لو ما بنقولش فكرة جديدة أنت بتستعيد فكرة راحت منك بتراجع بعض المفاهيم اللي تسرقت في الزحمة الله ده ربنا مهم أنا مش بحبه كفاية هو بيحبني قوي أنا ممكن أتقدم عن كده طيب ما كل الحاجات دي ما بيبقالهاش وقت مع الزحمة تجديد الزهن معناه أن أنا شاغل دماغي بأفكار مقدسة تساعدني أطغير مثلا معلمنا بوليس يقول إيه؟ إيمان ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي يعني لما تعرفوا عظمة الرجل ده بوليس الرسول ما كانش بينام يعني إلا ساعتين ثلاثة وبيفرق طول الوقت وقض حياته في جهاد وكرازة عظيمة جدا ليه؟ هو ده المفتاح ابن الله الذي أحبني هو حاسس ربنا بيحبه جدا ومات عشانه بيرسونالي سلم نفسه لأجليه فالإحساس ده ما خليه عاوز يعمل أي حاجة عشان ربانه عاوز يفرح ربنا بأي طريقة عاوز يجيب له الدنيا كلها عاوز يغير دماغ العالم كله بيقول في حتة تانية أنا مديون لليونانيين والبرابرة يعني المثقفين والجهلة أنا مديون محدش مدينك بحاجة قال لا الضرورة موضوع علي وقال له إن كنت لا أبشر تبصير تقول لي أنت جبت الحب ده منين؟ بتحب المسيح بالهذه الدرجة ازاي يعني؟ ما معنى أنت أحبه كل الحب ده؟ أقول لك هو مات عشاني ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجل الفكرة دي أنت عارفها عقيديا أظن كلنا عارفينها وحفظينها المسيح مات عشان طبعا قدي إيه شغلك؟ قدي إيه حاسس بيها بمعناها؟ يعني كان ممكن أموت أنا لا هو اللي مات ولو موت أنا يبقى جهنم هو قفل جهنم باللي عمله وفتح الملكوت تبدو موضوع كبير بقدر تركيزي في المفاهيم دي هو ده تجديد الزهن يخليني أبادله الحب أبقى فعلا عوزر دي أبقى عايش عشانه بقى مش عشان نفسي لما يقول مثلا صاحب المزمور ماذا أرد للرب من أجل كل إحساناته؟ أعمل إيه؟ لربنا على كل الحسنات بتاعته كأس الخلاص أتناول يعني آخر إحساناته إنه بيديني دمه كأس الخلاص وباسم الرب أدعو يعني أدعو هنا لها معنين أدعو يعني أسبح أو أنادي وأدعو يعني أبشر وأتكلم عنه يعني إما أتكلم طول الوقت معاه إما أتكلم طول الوقت عنه ده يعني رد فعلي للي عمله معايا هل الواحد فينا واخد باله قد إيه ربنا عمل معاه؟ ما هده اللي هتخليك تحبه؟ هل بترصد إحسانات الله؟ هل حاسس بمكانتك عند ربنا؟ هل حاسس بقيمة إن ربنا ده أبوك؟ هل فهم يعني إيه بيحضر لك السماء؟ لو الحاجات دي شغلة الواحد ده تجديد الزهن طب إيه هيحب ربنا أكتر لكن لما المخ يبقى مجغول بأي حاجة إلا لأمور دي خلاص يبقى الوضع على ما هو عليه منما الحب كده حب كده يعني إيه يعني لحظة زيارة هنا أقول إيه تجديد الزهن مين للحقيقة بالإنجل؟ أكتر حاجة تديك فكر جديد يغيرك هو كلمة ربنا لأن كلمة ربنا هي اللي بتدينا الحقيقة اللي كل العالم غافل عنها بما فيهم المسيحيين المجغولين عن ربنا إيه الحقيقة اللي الناس مغفلة عنها إنه إنه ربنا موجود وربنا بيحبنا وربنا دعينا نبقى شبهه وربنا بيحضر لنا السماء الناس مجغولة بأي حاجة إلا الحاجات الشيطان ضحك عن الناس كلها بقوا يأكلوا في بعضه ويموتوا بعضه وعملوا فلوسه بتاع الغيات ما يموتوا وخلاص دي الحقيقة المزيفة اللي أغلب العالم عايش فيه الإنجل بيفوق الواحد لما بعرى الإنجل ده موضوع غريب ده موضوع غير خالص اللي احنا مجغولين بيه غير اللي الجرائد بتتكلم فيه غير اللي التليفزيون بيحكي فيه غير اللي الشارع بيتكلم فيه أي وما هو رئيس هذا العالم الشيطان عارف يضخبط دماغ الناس بأي حاجة إلا الحقيقة المهمة أنت عايش ليه وموجود كم يوم على الأرض ليه ورايح فين بعد كده وربنا عمل القصة دي من أولها لأخيرها ليه والحكاية كلها حب في حب والحب بقى نادر جدا في الدنيا لأن الشيطان الخبيث عارف يبعد الناس عنه إذا تجديد الزهن لما بدي وقت للإنجيل إن كان بقى إراية ولا تأمل ولا حفظ ولا استخدام للآيات أن أنا أقولها أن أنا أحاول أعملها الإنجيل يشغلني الإنجيل فعلا بيغير دماغ الواحد ولما دماغ الواحد تتغير تلاقي مشاعرك بتدي تتغير تلاقي موقف ربنا أو موقفك من ربنا بتدي تتغير علاقتك بربنا بتتغير لمجرد ارتباطك بالإنجيل فرق بتاخد آية تفكر فيها وعزة تسمعها تعيد حساباتك عليها أيا كان استخدام الإنجيل بس إحنا ما زال الإنجيل بالنسبة لنا مش واخد مكانه الحقيقي وعشان كده مش بنتغير كتير وعشان كده الحب لسه أقل مما هيك يقول يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عينك ترقي دي البند التاني يبقى قولنا أول خطوة عشان تخلي تحب ربنا أكتر تتغير فتبقى أكثر حبا لله جدد ذهنك عارفين كل مرة تخسر راسك منش أنت رجالة بالقلق اللي بيخسلوا وشهم وراسهم كل يوم افتكر أنك عاوز تعمل برين ووش كمان يعني عاوز تدخل المايا جوه مش هنا لأنه مخك بيصحى على أخبار الدنيا ومشاغلك وشغلك وعيالك لا استنى ربنا عاوز يقولك حاجة يعمل برين ووش فبعد ما تغسل وشك تفتح الإنجيل على طول وتشوف ربنا عاوز يقول إيه لأن الكلام ده هو اللي يجدد الزهن هو اللي يزود الحب هو اللي يغير الواحد تاني حاجة تخليك تحب ربنا أكتر قدم وقت أكتر النهاردة في يعني دايما يقوله quality time أهم تعبيرات أو أحد تعبيرات الحب ما ينفعش تقولي بحبك قوي وأنا مش بشوفك خالص بتحبيني إيه يعني رسايل بعد قبل بتحبيني تعال عاوز معايا شوي فما ينفعش نقوله بنحبك يا رب أدخل لي وأتعش معه يعني هو اللي فاضي يعني ربنا هو اللي فاضي وإحنا اللي مشغولي أتعش معه وهو معي إذن واضح أن إحنا إحنا اللي قفلين مش هو اللي قفل ده هو ما يصدق يعطم فمجرد نوع الوقت وكمية الوقت اللي بتقدمها الربنا دي بتقيس على طول حبك ده ربنا فما ينفعش واحد ما يكونش بدخل الكنيسة غير مثلا دقايق كل شهر يقوله بحبك قوي لا ما ينفعش حتى لهو بيخدم الناس وإنسان صالح بس لا استنى علاقتك بربنا عليه علامة استفهام أتو حبوني يا فلان أكثر من هؤلاء طب انت مستخسر في الوقت وبعدين انتو عارفين احنا ما بقناش بنقول الوقت اللازم يبقى شكله إيه لا أي وقت مع ربنا حل تقضيف خلوة حل تقرأ إنجيل حل تسمع موازة حل تكلم ربنا من قلبك حل تفتح الإجبية حل تروح القدس حل كله حل بس فيه وقت ولا مفيش وقت الربنا هل البند ده شغلك وهل بيزيد ولا بيقل ما ولو الحب بيزيد يبقى الواحد بيدور عالدقيقة اللي يقعد فيها مع ربنا لو الحب بيقل بيدور عالحجة اللي يهرب بها من ربنا تاني لو الحب بيزيد هيبقى الواحد بيدور عالدقيقة اللي يسرقها عشان يقعد مع ربنا لو الحب بيقل يبقى بتدور عالحجة اللي تخضر بها ضميرك معلش ملحقتش لأن الحب قال فدائما المشكلة مش وقت الحياة هي المشكلة رغبة والرغبة تكشف الواحد يقول إصحاره وصله لألا تدخله في تجربة الروح نشيط أما الجسد فضعيف إذا كان الروح نشيط يساعد الجسد يصهر أو يتعب شوي يعني إيه ما تيجي على نفسك شوي ما أنت بتيجي على نفسك قوي في الشغل وبتيجي على نفسك قوي من أجل الناس طب ليه ما تجيش على نفسك شوي عشان ربان هتقول ما فيش وقت لا هو الوقت ممكن يتلاق لو الرغبة موجودة هتلاقي الوقت لو عاوز تحب ربنا أكتر هتلاقي الوقت يبقى تاني موضوعنا احنا بنتغير في اتجاه واحد يحب ربنا أكتر من الأول العمر بيجري ولو ملحقناش نجاوب على السؤال ده خطر أتحبوني ده أخطر سؤال والواحد مش عاوز يستأمن الإجابة التلقائية بتاعته طبعا يا رب لتكون مش دقيق بدليل انه عادي السؤال تاني وتالت وبعدين ربنا ما يدحكش عليه تالت نقطة عشان تحب ربنا أكتر احنا قلنا أول حاجة جدد الزهن واعرف مكانتك عند ربنا ودي أكتر حاجة تساعدك فيها الإنجيل تاني نقطة قلنا أضي وقت مع ربنا يعني من لي الصلاة بأي شكل تالت نقطة في قاعدة مهمة قالها المسيح له المجد يقول الذي عنده وصياي واحفظها هو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاته أو في آية تانية يقول من يحبني يحفظ وصياي فربنا حطت مقياس دقيق لقولت بحبك يا رب بتحبني طيب قد إيه حريص على كلامي أنا قلتلك سامح ما سامح ولا لا قلتلك سيب سبت ولا ما سبتش قلتلك ما يهمكش يهمك ولا ما بيهمكش فهميه إزاي يعني ربنا كلامه عاوز أقول بسيط يجوز مش سهل في التطبيق لكن هو واضح طلبات ربنا على فكرة واضح ما فيش حد فينا تقريبا مش عارف ربنا عاوز إيه تقريبا إننا إحنا مش حريصين نعمل اللي ربنا عاوزه أنت بتبقى عارف في زعلة أن ربنا بيقولك ثوت سامح بس أنت مش عاوز سامح ليه لأنه من يحبني يحفظ وصياي هي على طول مقياس حب هتقدر تقوله عشان خطرك وخطره ده قد إيه ما هي تتقاسها هيه هتتقاس على طول خطره كبير بس كده يا رب لما يدوسه علي كمان عشان خطرك أنا سامح ونص سيب دي لا فلوس غال يا رب فلوس مهمة طب عشان خطري ها هشوف خطره بقى فهنا فكرة حفظ الوصية على طول بيكشف قد إيه أنت بتجبر في حب ربنا ولا لا موضوع رضا ربنا وصية ربنا شغلك قد إيه هي دي اللي بتقيس الواحد إن كان بيجبر في حب ربنا ولا بيصغر فأشعية خمسين آجة ميلة تقول أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعياه بكلمة يوقز كل صباح يوقز لي أذنا لأسمع كالمتعلمين السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند يعني إيه ربنا يوشوشني كلمة الصبح وأنا أقول له حاضر حاضر مهما كلفتني طبعا ده بواحد بيحب ربنا لأن ربنا بيقول له وهو يروح يعمل عاوز تحب ربنا أكتر كن حريصا على وصيته أكتر وإنت عارف إن فيه وصاية معينة لسا بادري قاوي عليها لسا بعيدة شكروا في كل شيء كم واحد بيعملها افرحوا كل حين كم واحد بيعملها صلوا لأجل الذين يسيقون إليكم كم واحد بيعملها يعني بغي أن يصلى كل حين ولا يمل كم واحد بيعملها من أرد أن يأخذ توبك واترك له الرداء أيضا كم واحد عملها شي دي وصاية تم انت عارف هتقول صعبة ومش صعبة أوكي هو السؤال إنت بتحبه قد إيه على قد ما هتحبه على قد ما هتكتحت وكل وصية من دول سبكترا يعني رينج طويل قوي شوف تعمل منها قد إيه أربعة اللي حب ربنا أكتر ينشغل باللي شغل ربنا ربنا بسط مجغوليته بكلمتين بسط مجغوليته بالصيد والرعي في لغة الناس البسطاء جيل الأول اعتبر نفسه صياد اعتبر نفسه رعي وقال ما تشتغلوا معايا صيادين وقال فى حتى تاني يشتغلوا معايا رعا بمعنى إيه الصياد السمكة هي التارجت والرعي الخروف هو التارجت الصياد يجيب ناس الراعي مسؤول عن الناس اعمل واحدة من دول هل بتجيب ناس لربنا تفرح ربنا او على الاقل بترعى ناس ربنا او مسؤول على الناس بتوع ربنا بقدر ما بتحب ربنا بقدر ما واحدة من دولها تشغلك مكان شل اتنين يتجيب ناس يتتاخد بالك من الناس الموجودين واحدة منهم على الاقل الصيد اللي هو الكرازة يعني انك انت عاوز تجيب الناس لربنا والرعي هي الخدمة بكل اشكال اذا مقياس اخر للحب هو وجود الخدمة باي شكل في حياة الواحد وحرصك عليها من اجل الله لا عشان يقولوا عليك خادم ولا عشان الناس تقول انت لك فضل عليهم لا انت بتقدمها حاجة لربنا وكل ما زاد الموضوع ده في دماغك كل ما معنى انك بتحب ربنا اكتر مركز الخدمة في حياتك نمر كام بعد الشغل بقد ايه وبعد الناس بقد ايه ولا بقى نمر واحد كتعبير حب لان الخدمة اساسا تعبير حب عاوز تحب ربنا اكتر خلي الخدمة تاكل عقلك اكتر باي شكل لما ربنا يسوع في متر بعد دع التلاميذ قال لهم هلوموا ورائي فاجعلكم صياد الناس لما تعلقوا به لما حبوا قال لهم تعالوا نعبر عن الحب ده بالصيد ولما قال لبطرس قال له لو بتحبني ارعى خراف وبعدين قال اما الذي هو اجير وليس راعيا الذي ليست الخراف له هين يرزق بمقبلا يترك الخراف ويهرب اللي انظامه احنا مالنا عارفين ده شعار المصريين كلهم تقريبا معلش واحنا مالنا ده معناه على طول ده مش راعي لان الراعي يموت نفسه عشان ينقذ الخراف انما الاجير خليه تخرب احنا مالنا اللي يموت يموت واللي يتاكل يتاكل واللي يتظلم يتظلم واللي يجوع يجوع واللي يموت يعني فالراعي ما ينفعش يقول احنا مالنا ما ينفعش يتفرج على مشكلة ويقف ثلبي ما ينفعش احنا للأسف احنا نبص على الفقرة او المرضى او المظلومين او كده ونتفرج وبعدين نقول بحب ربنا بتحب ربنا زي اذا كان قلبه واجه عن الناس دي طب اذا كنت بتحبه حلله الاشكال طبع يقدر يحله ربنا لوحده بس سيبنا نساعده سيبنا نمد ايدينا يعني سيقول الاجير يهرب لانه اجير يعني ايه ده عبد للمال ده شخص الفلوس هي اللي بتحركه اما الراعي ده بني آدم ده إنسان فحاسس باللي ربنا حاسس به فالخروف بالنسبة له ملوش ثمن القصة عنده مش فلوس الاجير يهرب لانه اجير ولا يباري بالخرف اخر نقطة العبادة يعني اقولت خمس نقط ازاي انه زود حبنا الربنا قلت اول نقطة جدت ذهنك بالانجيل تاني نقطة قضي وقت مع ربنا بأي نوع من الصلاة تالت نقطة قلت ايه اه ركز في وسيط ربنا وحاول تطبقها رابع نقطة قلت الصياد ورعي الخمسة العبادة ساعات الكلمة دي احنا بنستقترها او بنتحاشعها لكن الكتاب المقدس قال الله يعبد يعني لما يقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد العبادة معناها انه ربنا كبيري في كل حاجة ربنا فوق رأسي ربنا أنا بسجد له خشوعا وخضوعا أنا أعبده هي دي مش حاجة وعشة صحيح ربنا من محبته بيعملني كابن بس الوضع الأصلي أنا عبد أنا مخلوق فاحنا أحيانا بنتدل على حساب البنوة اللي ربنا بيعملها لنا وننكر فكرة العبادة العبادة الصادقة الحقة تعبير حب شوفوا في ملاخي ربنا يعاتب الناس يقول لهم إيه الظهر وقعوا في اللي إحنا فيه حتى تنهما بقوا يقولوا ما هو ربنا أب بقى خلاص بقى أب دي يعني ندلع يعني فقالت بص الابن يكرم أبوه والعبد يكرم سيده أنا قابل أي حاجة إن كنت أبا أين كرامتي إن كنت سيدا أين هيبتي يعني طب أنا مهف عملوني كأب بس دوني كرامة الأب عملوني كسيد ودوني الهبة بتاعت السيد ماشي كله كويس إنما أنا لطايل أب ولطايل سيد فواضح إن إحنا ساعات بنبقى كده الواحد بيتملص من واجب العبادة واجب العبادة وأقولها كده بحجة إن ربنا أب طيب أيوة أم هو في الحقيقة إنت حتى مش مديله كرامتك أبك طيب واجب العبادة فين قدس يوم الحد السابت فين حق ربنا علينا صبح وليل في الصلاة فين حق ربنا في كل عشور حياتنا طيب ما ده حق العبادة واجب ربنا علينا إن كن الواحد مأثر في ما هو حق المفروض يبقى ما ينفعش يقول بحبك يا رب أبو شوفوا مثلا في المزمور يقول إجمعوا لي أطقياء القاطعين عهدي على زبيح لا يا دي جميلة معناها إيه كأن ربنا كده بيبص على المسبح طبعا زبيحة العهد الجديد جسده ودمه فالأطقياء محبة الله لهم عهد مع زبيح يعني تلاقي إيه التناول ده بالنسبة لهم أساسي وقفة الأداز دي مهمة زي ده علامة العهد اللي بينهم وبينه دي علامة الحب اللي ربطاهم قاطعين عهدي على زبيح عشان كده في الكنيسة الأولى كانوا يبقى جسد المسيح فوق المسبح وأجساد الشهداء تحت المسبح عشان علامة العهد المسيح مات عشانهم وهما ماتوا عشانه هو ده الحب فالزبيحة بتفكرني ده مات عشاني ده مات عشاني يبقى ده أنا مستعدة موت عشان مستعدة موت عشانه وإنت مش بتيجي أساسا لتبقى طبعا في سكلها مش مظبوط دي ما أنت لازم تيجي وتيجي على طول لأن ده عهد إذن إحنا عشان نجبر في محبة ربنا لازم لواحد يعيد حساباته تاني نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا يا طار الفكرة شغلك طب أنت عارف هو عاوز منك إيه تغيره عن شكلكم بتجديد أزهانكم إيه اللي هيتغير فيك هتحبه أكتر يعني إيه هيبان عليك إيه بالزبط هتخدمه أكتر هتكلمه أكتر هتسمع وصيته أكتر هتنشغل بعباته أكتر إحنا عاوزين حتة أكتر في المؤتمر ده كله عاوزين الحتة الأكتر كلنا عندنا بايزيكس خفيف بس ده مش كفاية إذا أحباب طلع أكثر وأكثر ترى ما سيظهر عليك إنت بقى تخيلها مش أجاب السؤال إنت تخيل نفسك لو فعلا تبدلت وبقيت فلان اللي بتحب ربنا قوي هيبان عليك إيه فكر إنت لوحدك بقى في الخلوة دلوقت أو إذا حبيت ربنا أكتر إيه تأثيرك على اللي حيعول لك تصور نفسك بتحب ربنا قوي أكتر من كده كثير يا ترى إيه بقى اللي هيحصل في كل اللي حواليك لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبدا